بمشاركة أكثر من 120 رام ورامية ينتمون لـ 22 بلداً انطلقت بفضاء الفلين للرماية والترفيه ضاحية سلة النسخة الثانية لجائزة المغرب الكبرى الدولية للرماية الريادية التي تجرى تحت رئاسة صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد إلى غاية الثامن من شهر فبراير الجري أولاً كان هناك حضور كبير جداً كان هناك أكثر من 220 رامية ورامي وبالنسبة لعدد دول المشاركة فعن 23 دولة تشارك في هذه الدورة وتمثل تقريباً القارات التي فيها مدارس معروفة عالمياً بالنسبة للرماية الريادية من إفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية وهذا يعني أنه كان ثلاثة أضعاف نسبة المشاركة بالنسبة لدولة 2018 لا بالنسبة لدول ولا بالنسبة للمشاركة هذه البطولة التي أضحت رغم حداتة نشأتها تحتل مكانها ما على الصعيد العالمي باستقطابها لأبرز الرمات والراميات نذكر بطل العالم أربع مرات الإيطالي بليليو جيوفاني والمتوج عشر مرات بكأس العالم إضافة إلى مواطنته صاحب الدهبيت الألعاب أولمبيا جيسيكا روسي وتشيكي دافيد كوستيلكا صاحب دهبيت الألعاب أولمبيا وبطل العالم مرتين الإسباني فرنانديز مونوز ألبرتو إضافة إلى أمهر الرمات العربي والمغاربة مشاركتنا الأولى كانت مشاركة ممتازة الرمات عندنا حققوا نتائج واستفادوا واستفادة كثيرة من المشاركة فطبعا حرصنا أن نشارك البطولة هذه وإن شاء الله البطولات القادمة سنشارك فيها الصراحة يعني الميادين ممتازة على مستوى عالي وجود توقيت البطولة توقيت ممتاز قبل بطولات العالم ونحن نجهز المنتخب القطري للحصول على البطاقة التأهيل لأولمبيا توكيو وستدغر أطوار هذه البطولة البالق قيمة جوائزية 59 ألف يورو في ثلاث أصناف طراب دكور وإنات وحسب الفرق وسكيت دكورا وإناتا ويشارك المنتخب الوطني المغربي في هذه الأصناف دكورا وإناتا كبارا وشبانا بإحدى عشرة راميا ورامية